موسيقى مرجز لهم الأنباء من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل أصيب عدة أشخاص بجروح ضفيفة طعن بسكين اليوم في محطة القطار جاردونوغ في العاصمة الفرنسية باريس وأفادت الشرطة الفرنسية بأنها أوقفت رجلا فورة هجمه على مسافرين باستعمال سلاح أبيض في محطة قطار شمالي باريس مخلفا إصابة عدة أشخاص بجروح ضفيفة المصدر ذاته أضف أن عناصر الشرطة سيطرت على منفذ عملية الطعن وإصابته إصابة طفيفة برصاصه اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الأربعاء واحدا وعشرين فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن حملة الاعتقالات شملت ثلاثة فلسطينيين في بيت لحمة وآخر في جنين وخمسة آخرين في القدس المحتلة كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين في رامالله وعشرة آخرين في الخليل منهم أربعة إخوة في الأثناء أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة بالرصاص الحية على مستوى الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم بلط شرق نابلس دعا رئيس البرلمان اللبنانين بهبر ثلاثة إلى عقد جلسته النيابية الحادية عشرة الخميسة لانتخاب رئيس للبلاد وتعد جلسة الخميس الأولى للبرلمان في العام الجديد بعدما فشل في الخامس عشر ديسمبر الماضي للمرة العاشرة في انتخاب رئيس للبلاد خلفا لميشيل عون المنتهية ولايته في الحادي والثلاثين أكتوبر الماضي فتحت النيابة العامة في البيرو الثلاثة تحقيقا أوليا بحق رئيسة البلاد دينا بولوراتي وعدد من أعضاء حكومتها بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وأفادت النيابة العامة البيروفية بأن التحقيق الأولية سيستهدف كلا من الرئيس دينا بولوراتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا ووزير الداخلية فيكتورو خاص ووزير الدفاع خرخي تشافيز على خلفية مقتل أربعين شخصا في غضون شهر خلال ما سمته النيابة قمع قوات الأمن مواطنين مشاركين في مظاهرات مناهدة للحكومة إثرى عزل الرئيس السابق بيدرو كاسيو في السابع ديسمبر الماضي في الولايات المتحدة نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما وعثر عليها في مكتبه السابق في مركز أبحاثين بواشنطن وأضاف بايدن في تصريحات على هامش القمة الأمريكية الكندية المكسيكية التي عقدت في مكسيكو أن محاميه سيتعاونون بالكامل خلال فحص هذه الوثائق معربا عن أمله في أن تنتهي عملية الفحص قريبا في المقابل أمر وزير العدل ميريك جارلاند المدعي العام الفيدرالي في جيكاغو بمراجعة الوثائق فيما باشرت الشرطة الفيدرالية تحقيقاتها في هذه القضية شرعت جبهة تحرير تيجراي الأربعاء في تسليم أسلحتها الثقيلة تنفيذا لأحد البنود الرئيسية في اتفاق السلام الذي أبرمته مع أديس أبابا قبل أكثر من شهرين لإنهاء الحرب في الإقليم الواقع شمالي إتيوبيا وأعرب المتحدث باسم المسلحين في الجبهة جيتاتشو رضا عن أمله في أن يساهم هذا الأمر في تسريع التنفيذ الكامل للإتفاق الذي ينص على نزع السلاح وعودة السلطات الفيدرالية إلى تيجراي وإعادة ربط الإقليم بالخارج بعد عزل عزلة استمرت منذ منتصف 2021 وواحدين وعشرين ننتهي المرجاز في أمان الله اشتركوا في القناة